حل جمعية الإصلاح إنه أحدث هاشتاغ إمارتي أطلقه المغاردون بعد صدور قرار رسمي بحل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإخوانية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أول من أمس الخامس والعشرين من يناير الحالي ليترك القرار أصداء إيجابية في الشارع الإمارتي وتأييداً واسعاً للخطوة التي وصفها الإمارتيون بأنها قضلت على وكر الإخوان في الدولة جمعية تمثل وكر الإخوان الإرهابي وتروج لأفكارهم الخبيثة في زرع الإرهاب ودعم الخونة على حساب الإمارات وشعبها نعم لقرار حل جمعية الإصلاح بعد قرار حل جمعية الإصلاح لم يتبقى للإخوان أي أمل في أرض الإمارات وليكتب التاريخ أن عيال زايد تصدوا لهم حتى تم دحرهم وتشريدهم كالجرذان وفي تويتر المصري أحدث هاشتاغ بعنوان رسالة جنب قنبلة أطلقه المغاردون ساخرين من محاولات الإرهابيين البائسة لنشر الفوضى في ذكر الثورة المصرية بعد أخبار عن رسالة تهديد عثر عليها بجانب قنبلة كانت قد زرعت أمس في مركز تسوق شهير بالقاهرة وتم تفكيكها فكان هاشتاغ رسالة جنب قنبلة حديث المغاردين المصريين المتصدر في الساعات الماضية رسالة جنب قنبلة صنعت في داعش صنعت في داعش وهي التغريدة الساخرة التي لم يخيب ظنها الدواعش الذين تسللوا إلى الهاشتاغ المزدحم ورصدنا لهم رسالة مكررة ومتتالية بعنوان رسالة جنب قنبلة قل موتوا بغيظكم وفي الرسالة دعوة لشن المزيد من عمليات الهجوم على غرار التفجير الأخير بفرنسا يأتي ذلك بالتزامن مع ما نشرته صفحة ولاية سيناء التابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي عن عملية اختطاف شرطي مصري وإعدامه في سيناء بعد إجباره على الإدلاء بتصريحات تدين وزارة الداخلية تحت تهديد السلاح وذلك في فيديو نشرته بعنوان قسما لنثأرنا والذي أجج حالة من الغضب العارم عبر مواقع التواصل المصرية معتبرين أن ذلك العمل الاستفزازي سيعشل من حرق الإرهابيين وفي تويتر العالمي هاشتاغ عن فيسبوك يشتاح تويتر ويصبح أنشط هاشتاغ في العالم صباح اليوم وذلك بعد عطل مفاجئ أصاب الفيسبوك فانتقلت أفواج من رواد الموقع الشهير إلى موقع تويتر للتعبير عن غضبهم وتساؤلاتهم حول سبب العطل الذي استمر حوالي 15 دقيقة وأخيرا في تويتر لبنان ماذا يقول المغاردون في أنشط هاشتاغاتهم اليوم بعنوان أنا كان بدي اخلق بغير زمن أو بغير بلد أكيد مش عربي أنا كان بدي أحلم وعيش حياة بسلام من غير حروب ولا قتل أنا كان بدي غير العالم مش عارف كيف العالم غيرني أنا كان بدي وشو نفعه كان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر